اشتركوا في القناة فقد قالت الصحيفة في عددها لنهاية الاسبوع ان الجانبين المغربي والامريكي قد اتفق على هذه الخطوة وتم تضمينها في الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية الموقعة بين الطرفين خلال زيارة كوشنر للرباطة واعتبرت لاراتون ان هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية للمغرب في اطار اعترافها التاريخية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية ومن المنتظر ان يتم اقامة القاعدة بمدينة طنطانا حسب ذات المصادر حيث سيشرع الجيش الامريكي قريبا في نقل قوته ومعداته من قاعدة روتا نواحي قادش الاسبانية باتجاه الجنوب المغربية ترجمة نانسي قنقر